أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي توافق مصر والأردن على ضرورة استمرار الجهود المشتركة للتحرك بجدية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قال وزير الخارجية المصري إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية اتفقت وأخي معالي الوزير على همية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين وهما وقف إطلاق النار وبالتأكيد وفقا لقرارات المجلس الأمن وآخرها القرار 2735 وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي حقنا لدماء المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين وأيضا تحدثنا عن مسألة الوضع الإنساني والصحي الكارثي الكارثي في قطاع غزة وهمية النفاذ الغير مشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني بمنع وصول هذه المساعدات